نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدة يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم وشَرَّ الأمور مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ عباد الله يقول الله عز وجل في محكم كتابه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إن عمارة المساجد والقيام بأمرها وإصلاحها والمحافظة عليها ورعايتها لمن أعظم القربات إلى الله عز وجل ومن أكبر الدلائل الدالة على صدق إيمان العبد إيمانه بالله واليوم الآخرة وعلى صدق اتصافه بأوصاف المهتدين إن المساجد لهي أحب البقاء إلى الله عز وجل على وجه الأرض فإنها بيوته التي أمر الله سبحانه وتعالى أن تقام فيها شعائر الله من صلاة وذكر ودعاء وقراءة القرآن إن المساجد هي الأمكنة التي يقام فيها أعظم ركن من أركان الإسلام العملية وهي الصلاة وهي التي جعل الله سبحانه وتعالى أو أنزل الله سبحانه وتعالى لأهلها السكينة كما في حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده إن أول عمل قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مهاجره إلى المدينة بعد هجرته إلى المدينة كان بناء مسجده صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة ورأى أرضا للغلامين فساومهما عليها فقالا يا رسول الله ندعوها لك هبة فأبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقبلها منهما منهما هبة فابتاعها منهما فأقام عليها مسجده صلى الله عليه وآله وسلم وقد عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمارة مسجده وكان يحمل اللبن بنفسه واختدى به أصحابه وكان يعملون معه وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم آنذاك ينشد رجزا ويقول اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة وكان المسلمون يرددونها معه صلى الله عليه وسلم حتى اكتمل بناء مسجده الذي هو ثاني المسجدين على هذه البسيطة ثم لما ذاق هذا المسجد بالمسلمين واحتاجوا إلى توسعته حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين على شراء الأرض المجاورة له لتوسعته فبادر إلى ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يفتخر بذلك ويقول لأصحاب الفتنة لما أحاطوا بداره يريدون قتله فقال عثمان رضي الله عنه أنشدكم بالله أشهد أحدكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قال من يشتري بقعة آل فلان فيزيلها في المسجد فله خير منها في الجنة فكان عثمان بن عفان أسبق الناس إلى ذلك فاشترى تلك البقعة ووسع بها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مسجده صلى الله عليه وسلم في عهده مبنيا على اللبن والجريد وكان أعمدته خشبا أو من خشب النخل فلما كان في أهد عمر رضي الله تعالى عنه يحتاج المسلمون إلى توسعته لما ضاق بهم فوسعه عمر رضي الله عنه وجعله كما كان في أهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبنيا على مبنيا على الأب اللبن والجريد وآمدته من خشب النخل ثم لما كان في أهد عثمان رضي الله عنه يحتاج إلى توسعته مرة أخرى فوسعه عثمان رضي الله عنه وزاد عليه زيادة كثيرة وبناه بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عموده من الحجارة المنقوشة وجعل سقفه من الساج وهكذا توالت أعمال المسلمين في إصلاح مساجدهم ورعايتها وتوسيعها كل ما احتاج إلى ذلك وذلك لأنها أحب البقاء إلى الله وأن فيها يقام ذكر الله عز وجل وأعظم شعيرة عملية في الإسلام وهي الصلاة وقد قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلم فيه القلوب والأفصار فمن رفع المساجد الذي أثنى الله سبحانه وتعالى أهله في هذه الآية إسلاح المساجد ورعايتها وسيانتها وتنظيفها وإخراجها في أحسن منهر حتى تنشرح صدور المسلمين بالعبادة فيها وقد حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما حديث على بناء المسجد ونظافته والاهتمام به والقيام على تنظيفه ورعايته ففي الصحيحين من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة وكذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على نظافة المسجد وطهارته وتطييبه ففي سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيرهما من حديث آئشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببناء المسجد في الدور وأن تطيب وتنذف وتنذف وثبت مثل ذلك في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وكان عمر بن الخطاب وكان عمر بن الخطاب كما يخبر ابنه عبد الله أنه كان في أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أهده كان يجمر المسجد يجمر المسجد كل جمعة أن يجعل فيه طيبا حتى تنشرح سدور المسلمين بالسلاة فيه وكان نعيب بن عبد الله من آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد اشتهر بتجمير المسجد أي تطييبه حتى صار يلقب بالمجمر لفعله بذلك فلذلك كان الإسلام يحث على العناية بالمسجد وطهارته ونذافته ويكفي لالة على فضل هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد أي تزيل قمامته وتطهره وتكنسه فلما ماتت بالليل هاب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُعلموه بموتها فجهزوها ليلا فدفنوها فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر بموتها ودفنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا آذنتموني أو هل لا آذنتموني دلوني على قبرها فذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قبرها وصلى عليها وقال إن هذه القبور مملوئة ظلمة بأهلها وإن الله سبحانه وتعالى يُنيرها يُنوِّرها عليهم بسلاته وهذا يكفي شرفاً وفضلاً على العناية بالمساجد وإسلاهها وطهرتها فلذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود والنساء أنه تعرض عليه أعمال أمته حتى القذات حتى القذات يُزيلها الإنسان من الطريق وحتى النُخاءة التي يدفنها الإنسان في المسجد ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يُتنخَّم في المسجد وجعل كفارتها دفنه وكل ذلك دليلٌ على فضل عناية العناية بالمساجد وتطهيرها وتطييبها وإزالة كل ما يُشوش على المسلين منها فقد فاز وأفلح من كان من سخره الله سبحانه وتعالى بالعناية بالمسجد ورعايته وإسلاحه وإنارته وتهوئته فقد فاز وأفلح فمن هنا من على هذا المنبر ندعو جميعا لهذا العبد الصالح الذي سخره الله سبحانه وتعالى لهذا المسجد ولغيره من مساجر المسلمين يقوم عليها بإسلاحها وتنظيفها وإنارتها حتى يجد المسلمين حتى يجد المسلمون مكانا يُسلُّون فيه وقلوبهم منشرحة نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم ومن على هذا المنبر أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منه هذه الأعمال وأن يجعلها في موازين حسناته وأن يُنير بها وجهه يوم القيامة وأن يُبارِك في عمره وفي أولاده وذريته وأمواله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيه من شر الدنيا والآخرة وأن يقيه من فتنة القبر وأن يجعل ذلك كله ذُخرا له في الدنيا والآخرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يُكثر من أمثاله وأن يُثبِّته على هذا المنوال وعلى هذه الخطة وأن يُبارِك جهوده أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم يَوَا مُسُلْمِي اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى أَجِكِلْ لِتَّافِن سَمِيْ جِرْمَةِ يَنَا جِوَا كَدَيْ وَدَنْدَا سِكِرَا يَمَسَلَّةَنْ أَلَّهِ شِنَيْ وَنْدَيْ إِيمَانِ دَا أَلَّهِ يَيْ إِيمَانِ نَلَانَ اللَّهِرَةِ يَزْعِرْدَ سَلَّةِ يَبَادَ زَكَّابِ جُسْءُ رَمُنُبَسِي اللَّهِ اللَّهِ يَجِيْتُهُ سَمَّانِنْ أُبَنْجِجِي وَنَّنْ يَكَسَنْ جِيْدَا جَكِنْ شِلِيَيُ بَابُ شَكَّ قُلَادَ مَسَلَّةَي دَسَيَاوَا دَجَارَسُ دَسَبْتَجَيْسُ دَفُتُوْدَ سُوْتِكِنْ كَاوَرْكَمَ وَنَنَا يَنَا دَجَكِنْ كَاوَا وَنْأَيُّكَ دَأَيْكِ كُسَنْتَرَ اللَّهِ يَنَا دَجَكِنْ مَنْ يَمَنْ يَنْأَيُّكَ سَبُوْدَكَسَنْ جِي وَرْمَسَلَّةِ سُونِي وُرَالَنْ دَأَيْفِ سُؤْبَا يَنْكَسَاكَ مَرِيَنْدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمَ بَابُ وَنُوُلِيدَ اللَّهِ يَنْكِ سُؤْبَا يَنْكَسَاكَ مَمَّا سَلَّةِ قُلِينَ دَأَيْكِ سِيهِدَّ إِبَادَرَ اللَّهِ إِبَادَةَ وَجِتَكِ مَفِي جِرْمَا أَتِكِرُكُنَا مُسْلِنْ سِئِتَةِ صَلَّى شِينَ قُلِينَ دَأَيْكِ أَنْبَتَنْ اللَّهِ أَيْكِ ذِكِرِي أَيْكِ تِلَاوَرَ الْقُرْآنِ أَيْكِ اِتِكَافِ أَيْكِ قَرَنْتَ لِتَّاقِنْ أَلَّا دَأَيْكَ سُنَّرَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ سَلَّمَا أَيْكِ إِلْمَنْ تَدَّأَ الْأُمَّةِ سَبُدَاكَ مَسَلَّةِ وَلِينَي مِي قِرْمَا أَبُرَانَ اللَّهِ سَبْحَانَوْا وَتَعَالَ سَيَسَا اللَّهِ دَنْغَنَا مَسَلَّةِ زُوَا قَنْسَ يَتْحِي وَعَنَا الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ دُكَ مَسَلَّةِ نَا أَلَّا لِي سَيَسَا قُلَادَ إِلُمْ وَعَلَيْهِ دَا بَاسُ مَهِمَّنْ دَجَارَ سُدَتَبْتَ جَسُ دَسَا مُسَحَسْكِ دَأَيْنِهِنْ أَبُنْبَهِرَ دَإِسْكَ بَابُشَكَّ وَنَّنْ يَنَا اَدَا قَتِكِ أَبُوبُوَنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَوْا وَتَعَالَ اَكِي سُودَ بَاوَنْسَ وَنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَوْا وَتَعَالَ يَهُولِ يَا إِلُمْ وَنَنْا أَيْكِ بَابُشَكَّ اللَّهِ سُبْحَانَوْا وَلَيْهُ دَأَيْسَ بَاِنْ هِجْرَسَ فَا رَأَا قُوْمَي سِدَأَيْهِ فَا رَأَيْكِ بَا سَلَا نَغَا تِعْلَ النَّبِي سَلَّا اللَّهِ سَلَّا يَهَوَنْفِي لِي اِنْدَى شَيْنْيَ اَيْنِهِنْ دَبِيُنُ عَوَجَنْ وَلَهُ إِنْعَى ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 والحمد لله رب العالم